الانتحاد هو اللي بيعملها وكان بعت لنا ليحة من اول السنة ان الماتشاد بتقام على فترتين فترة في ملعبك ماتش في ملعبك وماتش في ملعب القسم ابتدى يأجل ماتشاد كتير جداً فرص السنة واتزنق في الفترة الاخانية اتزنق فجاء في المراحل النهائية من البطولة راح بعت لنا ليحة جديدة خالص بدون ما يشركنا في القرعة وبدون ما يشركنا في اي حاجة وبدون ما يبعت لنا بعت لنا لايحة جديدة خالص فاللايحة جديدة بتقول ان احنا نلعب في ملعب الخسم بلعب المنصورة في المنصورة وبلعب الزمالك في الزمالك وبلعب الترسانة في الترسانة طبعاً يعني لازم يبقى فيه تكافؤ فرص وانت بتلعب الماتشات النهائية كان الكابتن احمد عبدالباقي هو اللي ماسك وكابتن عبدالرحيم اللي ماسك تعرض انا كنت ماسك بتاع الناشئين ايام ايام فما لايش حل لازم الادارة ده دخل طلبت الكابتن صادق وقلت له بعد ازنا كان عايز اعود معاك يعني فخدت موعد منه وقعدت معي قال لي ايه الموضوع قلت له الموضوع كزان كانت عندنا لايحة بتقول ان احنا هنلعب ماتش بره وماتش جوه فبعت لنا لايحة تانية في رصة السنة ان الماتش بره وعمل قرعة بدون حضورنا وان الماتشات كلها بره قال لي الليحة القديمة معك قلت له اه قال لي اجيب هالي لا رحمه كابتن اعمى ضمعة كان هو ماسك الاداريات بتاعت نادي اهلي جيبنا الليحة والكابتن صالح شافة واحنا عاديم في نفس نفس الاعدى الكابتن صالح كان ليه قرارات شديدة بس لمصلحة النادي قال لي انسحب اول ما ارى الليحة القديمة قال لي انسحب من البطول قلت له كابتن هنبعد جواب هننسحب قال لي بقولك انسحب ده قرار مجلس ادارة انا بقوله لك ابعتنا جواب وانسحبنا وكان كابتن احمد مصطفى اطلبني كان كابتن احمد مصطفى اطلبني كان كابتن ماسك هو اقطع الناشئين في نادي الزماني وقال لي هتعمل ايه قلت له لا احنا هننسح فالكابتن احمد مصطفى احنا كنا في الجدول احنا الماتش الاولاني باي مش هنلعب وهو هيلعب فالقل ان احنا ان احنا انسحب وما ننسحبش فالقلعب الماتش الاولاني فكي علينا الماتش التاني كان يوم اثنين فاحنا طبعا انسحبنا وبعتين جواب الابتحاد ان احنا مش هنلعب الماتشات بتاعدنا فما لعبناش زمالكة منسحب من البطولة الاسماعيل راح منسحب من البطولة المقاولين راح منسحب من البطولة واتلاغت البطولة في سناته وده من القرارات اللي الواحد بيحترمها لان لازم تبقى وانت بتدي القرار على قدر المسئولية والمصلحة للنادي الاهلي يعني كانت من صالح كان دايما بيدي القرار مافيش مصلحة شخصية في القرار المصلحة للنادي الأهلي كنا احنا بنعمل فترات الاعداد بتاعتنا في مرسى مطروح كان الملاعب لسه كلها رمل هناك وكان نظام الخيم الشاليهات اللي موجودة دلوقتي وكان نعمل فترات الاعداد بتاعتنا هناك فجلنا وقدين الفرق بتاعتنا كلها هناك فالكابتن صالح كلمني وقال لي لازم تجيلي بكرة طبعا أبو الأوتوبيس وكنت في القاهرة على المعادل اللي هو من دفوني قعدت معي وقال لي انت عندك كم فرقة؟ قلت له انا عندي عشر فرقة قال لي كل فرقة كام؟ قلت له كل فرقة خمسة عشرين لعيد قال لي لا بصر احنا عايزين العشر فرقة دول يبقوا خمس فرقة يا كابتن صالح القرار ده معناه ان احنا حنمشي خمسة مية خمسة عشرين لعيد قال لي اه وفاكر الكلمة بقى لا قال لي هالي اه مقى عنيك بقى انت وزميلك وطلع لي احسن مجموعة في كل الأعمار السنية انا مش عايز بطولات انا عايز لعيبة يلعبوا مع الفريق الاول قلت له يا كابتن عدد كبير قال لي لا واخد عندك دي كمان انا عايز كل فرقة تمنتاشر لعيب مش خمسة وعشرين يعني هنشيل كمان سبعة من الخمس فرقة يبقى خمسة وتلاتين مع المية خمسة وعشرين يعني مية وستين لعيب يا يا كابتن صالح يا كابتن صالح مية وستين لعيب ده كتير يا كابتن قال لي بصر ابراهيم ده قرار مجلس ادارة نفذ ابتدينا طبعا نشوف كل فرقة على حدة ونقعد كلنا المجموعة كلها ما فيش رأي واحد نشوف اللعيبة كلها ونشوف من اللعيبة اللي تصلح للنادي الاهلي في الفترة القادمة يعني وبالتالي كان قرارتنا كلها الحمد لله الحمد لله ما اختلفناش على حد ما اختلفناش على حد خالص في إلا في حدود ديئة كده لنظر لان المسابقات اللي حنشترك فيها بدل ما حنشترك في عشر مسابقات حنشترك